العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض وأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلالك الطاهرين المعصومين المنتجبين النائين عن الأهل والأوطان سادتي فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا فنفوزا عظيم غريب يا مظلوم كرم لا يبو علي بأبي وبي لم يقض منهم سيدون إلا بسم عداوة وضغوني ما أحد مات منهم موتت عينة نسمع ما رايح تشوفوا شلون القضية فقضت مكسرة الأضالع فاطم يا ولي منهوكة بالضرب فوق متوني وقضى علي المرتضى في ضربة بحد مهند مسنوني وقضى الإمام المجتبى بالسم من ملعونة عن أمر الشر العيني وقضى الحسين بكربل يا ولي في عصبة ترك بلا غسل ولا تكفيني والسم زين العابد قضى به من آل مروان برغم الدين والسم باقر علم آل محمد ترك الشريعة في بكان وحنيني حتى إذا قامت بني العباس ترعى لهم قربة لخير أميني ايش سواه قال سمى الدواني بغيا جعفرا يا ولي هذا اللي خلى المدينة اليوم مزلزلة هذا اللي ماجت من نراضة الزهرا هذا اللي خلى فاتمة تصرخها جعفرا لك أني بها وهي في ملحودتها وقد وضعت يدا على عينها الملطومة ويدا على ظلوعها ويتنا دوا ولدا ونحن ننادي وجعفرا فاطمة الزهرة وقبرها تجذب الونة وتصيح راحت أولادي ضحايا بين مسموم وذبي ش عندك يا زهرة من مصايم اسمح تعدد تعدد المصايم قالت من ظلم لو الأجور راح ضلعي من كسور واللطم خدي وعيني وانجرح مني الصدر واضرباني وصقطاني وانقصف مني العمار وما تتياوس في شهيدة والصدر دم يسي وعين المنادي وإمامة وسيدة حيدر تلبى بغصيبة وانسفك دم غصوب وانشط الرأس المشكر وانجدل فوق الترو وعقب عيني على أولادي تعججت نار الحرم مات مسموم الحسن وحسن مذبوح وطري بعد يا زهرة قالت سيد العباد والباقر وجعفر بالاسموم شفت حالتهم فجيعوا يومهم يوم مشو شفت واحد بعد واحد مهجتي طاحت دموم والسجن باب الحوايج عاينت شبد تطيق عندش بعد ولاد في الغربة يا زهرة الأولى قالت والله ضامن الجنة حبيبي بطوس مسموم وغريب والجواد بدار غربة مات ما يم حبيبي صارت ببغداد ضجة وارتفع فيها النحي واندفن يا ويل قلبي وليتني بذاك الظري بعد في سامرة عندش لا لا يا زهرة بعض الأحيان الزوار ما يتمكنون يروحون سامرة يا زهرة سامحيهم ودهم ودهم يروحون هناك يزورون علي الهادي ويزورون الحسن العسكري لكن برد سامرة يا شيعا علي الهادي والحسن وبس جنوب المباني كم ولد لي يندفن هذا يتشفن وهذا مات ما حصل شفن اسمح الزهرة هذي الهم اللي فنحوا على أولاده هويلي ورد سامرة تغيب يبعل الهادي والحسن وبس جنوب المباني كم ولد لي يندفن هذا يتشفن وهذا مات ما حصل شفن وهذا في جوف اسطوان صار محصور ويصير هدهر شتت أولادي عن جوار بكل بلد قرحت عيني عليهم وانتحل من الجسد تخلص مصيبة ولاد وجيني مصيبة ولاد ذاك مسموما وهذا صار مذبوح طري وعلى ظالمي آل محمد ذعنة الله والملائكة والناس يجمعين قال امامنا الصادق عليه السلام الفتن حصاد الظالمين نعيش في هذه الأيام في رحاب امامنا السادس وهو الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وفي الواقع لعل من الأمور التي ينظر إليها هو العصر الذي عاش فيه الإمام الصادق عليه السلام وقد كتب المؤرخين أو عفونا قد كتب المؤرخون وأسموا ذلك العصر بأنه العصر الذهبي ولكن لنا أنك ساءل لماذا سمي هذا العصر بالعصر الذهبي ولمن كان ذهبيا هذا العصر هل هو الإمام الصادق أو هو للجهاز العباسي ولعدة قراء نستطيع أن نقول أنه كان عصرا ذهبيا للدولة العباسية لم يكن للإمام الصادق عليه السلام صحيح أن الإمام عليه السلام في هذه الفترة أشاد أشاد تلك الجامعة العظمى وأخذ يبث تلك العلوم ولكن ولكن هذه الحقبة لم تترك الإمام عليه السلام يعيش آمنا مستقرا كان عصرا ذهبيا بالنسبة بالنسبة للعباسيين حيث تخلصوا من الأمويين وحيث أن المعارضة لهذا النظام السياسي كانت بعيدة وفي منأة وخصوصا الإمام عليه السلام كان يبني ذلك المجتمع بعيدا عن عن انخراط في الفتن التي وقعت بعد انهيار الجهاز الأموي وقيام الدولة العباسي الإمام عليه السلام قام بعدة من الإنجازات وحينما نقول عدة من الإنجازات لعل البعض يقول أليس تلك الإنجازات كانت وهل حياة أهل البيت عليه السلام إلا الإنجاز؟ أهل البيت عليه السلام قدموا الكثير لهذه الأمة لم يكن قليلا ما قدموه بأبي وأمي ولكن علينا أن نستذكر هذا الإنجاز وذلك لعدة من الفوائد الفائدة الأولى هو مسألة التأمل في تلك الإنجازات واحد اثنين علينا أن نقوم بنظرة المقدر لتلك الإنجازات الأمر الثالث الأمر الثالث هو علينا أن نكمل تلك الإنجازات التي قام بها أهل البيت عليه السلام طبعاً نحن علينا مسؤولية ملقات على عواتقنا تجاه أئمتنا عليه السلام طبعاً ومن جملة هذه المسؤوليات علينا أن نكمل تلك المسيرة التي قاموا بها صلوات الله عليه السلام هناك عدة من المشاريع وعدة من الرؤى التي تركها أهل البيت عليه السلام للأجيال تركوها للزمان تركوها للظروف لإكمالها وإبرازها لهذه الأمن وهذا في الواقع ما ينبغي أن ندركه ونحن نعيش في رحاب أئمتنا على المساء يعني لما أنجي إلى مسألة إكمال تلك المسيرة لا يعني الخلل في تلك المسيرة أو النقصان نحن فاهمين غلط لما أقول لفلان لازم أنت تطور من نفسك ولازم أنت تبدع في مجالك يعني معناته أكو خلل عندي أو أكو عندي نقصان لهذا شيء خلط مصحيح ما كنت لازم أنت حينما تدعوني إلى أن أتقدم يعني أتطور يعني أتعلم يعني أنجز أكمل تلك المسيرة يعني معناته أنا عندي إبداع وعندي إنجاز بس يحتاج إلى إكمال لا ليس كذلك أنا لما أعلى البعض يقول شون أنت تقول الكلام يعني إحنا نكمل مسيرة أهل البيت ومن هو يكمل الآن مشاريع كانت عند النبي صلى الله عليه وآله الزمان الضر العقلية الموجودة ما كانت تسمح لإكماله أكملها أمير المؤمنين أيضا هناك مشاريع وهناك رؤى عند علي عليه السلام كانت موجودة ولكن لم يستطع إكمال هذه الرؤى وهذه الأفكار فجاء من بعده الحسن كل الأيمة عليه السلام هكذا كان برنامجه هي مسألة أننا نحيي كما يقول الإمام رحم الله شيعتنا أو رحم الله من أحيى أمرنا أحيى أمرهم بكيف يعني أكلوا تعالوا أكلوا كذلك خلاصوا عزيوا انتهت القفية لا مو بس هذا هذا جز علينا أن يكون هناك لنا مشروع من خلال هذه المؤسسات الدينية هذا المشروع يحمل هذا العنوان وهو مسألة إكمال هذه المسيرة والدور الذي قام به آل البيت هذه المؤسسات تمتلك وعدة من المقومات وعدة من العوامل بحاجة إلى تطوير في برامجها حتى في أدائها تنوع هذه المسؤوليات الموجودة والبرامج المطروحة استخدام الوسائل اللي متاحة الآن عدنا الآن عدنا عدة وسائل متاحة إلى أن نقوم بإكمال مسيرة آل البيت عليه السلام والوسائل متعددة ومتاحة نحن بحاجة أيها الأحبة إلى أن نكمل تلك المسيرة من خلال إعدادنا من خلال وضع مشروع مشكلة نحن مشروع ما عدو مشكلة مؤسساتنا الدينية مشروع ما عدو يعني إحنا كما يقول بعضهم أن العرب هي ظاهرة صوتية لا أكثر ولا أقل يعني إيش ظاهرة صوتية لأسي نتكلمون بل عدنا مشاريع بس في الكلام في الهواء لكن على مستوى التطبيق ماكو موجود عدنا على مستوى التنفيذ ماكو موجود عدنا يعني إحنا بس نتكلم في جرائد نتكلم في مجالس نتكلم في كذا مجرد أنا عندي مشروع هذا المشروع شنو قال مشروع ضخم كذا ما أدري إيش ما أدري إيش ما أدري إيش كذا وإذا يبغل عليه السنين يا الله يمكن بعد تطلع كذبة العاصرة ما يستوي ذلك المشروع لا ليس كذا الواقع نحن بحاجة إلى أن تكون لنا هناك خطط مطروحة لإكمال مسيرة أهل البيت عليهم السلام لأن تكون هذه المؤسسات في الواقع داعمة ودافعة إلى إقامة تلك البرامج المتعددة لنشر فكر أهل البيت سلام الله وإكمال مسيرتهم صلوات الله وإلا رايح نكون مقصرين في حق أمتنا عليهم السلام يعني الزمن اللي مضى الزمن اللي مضى الآن قبل مثلاً خمس سنوات لما تجيب الأفكار اللي كانت مطروحة قبل خمس سنوات الآن في هذا الزمن من مطروحة من مقبولة ليش؟ باعتبار الزمان تغير الأدوات اختلفت العقلية تبدلت تقدمت أكثر يعني الآن مثلاً المآتم بحاجة وهذا موجود الآن الآن لازم الماء في أنترنت و لاازم فى معدات و لاازم فى بث مباشر و لاازم فى كاميرات و لاازم فى إحدادات قبل خمس سنوات لم تكنة الأدوات من لوازم هذه المؤسسات ليس كذلك؟ قبل خمس سنوات لم تكنت هذه الأدوات من لوازم هذه المؤسسات لوازم هذه المؤسسات فقط يجي الخطيم و في أمان لا يق chewing و bei شُ ت دليل القضية يمت لف discuss والحين لا والله الحمد عندنا أدوات كثيرة متاحة يعني بدل ما احنا نصير هاي الأدوات البسيطة السريعة في إيصال المعلومة على هراء وعلى فراغة ينبغي أن تشتغل في خدمة أهل البيت عليهم السلام يعني يجي على الآن الوسائل المتحمة في الاستغرام وكذا ومادر وش بواتسا يصور عشاء مادره شنوه يصور مادره سوايف مادره وشياء سخيفة هذا يعني أعوذ بالله إذا بعد ما اتطورنا إلى زمان أن نحن حتى نحط أشيائنا الخاصة في هذا البرامج يعني حتى الأشياء المستورة ما رد أتكلم عن الفصيح ولكن حتى الأشياء المستورة رممكن نعرضها في هذه الوسائل بدل ما احنا نستغلها الآن عدنا وسائل متاحة لنشر فكرة أهل البيت عليهم السلام الإمام الصادق عليه السلام يقول لو علم الناس بمحاسن كلامنا لاتبعونا الآن يعني سائم بقل ما كان عندنا الوسائل اللي نقدر نوصل إليها محاسن كلام أهل البيت يعني أما تشتري كتاب وتقرأ والله ما تقدر تحصل على المعنى الآن ما يحتاج الآن على الهواء الآن بالوسائل المتاحة نستطيع أن نقدم هذا إكمال هذا المشروع وهو دعوة الناس إلى أن يكونوا محبين إلى أهل البيت سلام الله عليهم متعرفين أقلة احنا ما نريد الآن الناس يصيرون كلهم شيعاء هذا غلط هذا يقول لك أنا أبغي الناس كلهم يصيرون شيعاء ما يصير هذا كلام احنا نريد من الناس أن يقرأوا عن تاريخ أهل البيت عليهم السلام أن يستفيدوا من هذا التاريخ بعد أن يبقى أنه النتيجة لهم هم إن أرادوا أن يسلكوا هذا الطريق هذا باختيارهم إلى أمور العقائلية باختيار الناس ليس باختيار أن أنا أجبر الناس أن يكونوا هم كذلك إذن علينا أن نكمل هذا المشروع وهو مشروع أهل البيت عليهم السلام النقطة اللي قبل كانت شنو قلنا هي مسألة ماذا مسألة تقدير إنجازات أهل البيت سلام الله عليهم يعني أحنا لما نقدر إنجازات أهل البيت إحنا ليش جينا اليوم قعدنا في هذا المكان ثم ما عندكم أشغال يعني ما عندكم مسؤوليات موجودة مسؤوليات عندكم أشغال عندكم بيوت وعندكم كذلك بس هذا أنا لما أنجي هناك تقدير لإنجاز الإمام الصادق سلام الله عليه عليه وهنا حينما أقول تقدير الإنجازات لماذا نحن نقدر الإنجازات؟ لماذا نقدر الإنجازات؟ الإنجازات أيها الآباء أيها الإخوة هي طاقة الطاقة حينما تقدر حينما تحفز هذه الطاقة تكون إعداد هذه الطاقة كبير تقديمها أعظم إحنا لما أنجي الآن ننروج إلى إنجازات الإمام الصادق ريح أن ندعو الناس إلى أن يقرأوا إلى أن يتعلموا إلى أن يكتسبوا المعلومات إحنا مشكلتنا كشرقيين الآن كشرقيين وكمسلمين أقدر أقولها بكل مرارة كمسلمين وكشرقيين يعني كعرب أننا لا نقدر الإنجازات بحال من ما عندنا تقدير لإنجازات يعني لما نشوف طاقة موجودة عندنا ما نستطيع أن نقدر هذه الطاقة التقدير يعني بكلمة أعام سوى بالإحياء أو بالإشادة أو بالترويج أو ما ندوش هذه كلها عوامل التحفيز وتقدير الطاقات نحن ما موجود عندنا هذه يعني عندنا طاقات في البلد الآن مثلاً ما نقدر نستغلها الآن في فيما يخدم مذهب أهل البيت عليه وسلم والإسلام والمسلمين والمجتمع الإسلامي ما عندنا هذا التقدير يعني عندنا لما يكون مثلاً عندنا كاتب في البلد يكتب مثلاً خاطرة عن الإمام الصادق وينشرها منه أنت اللي تكتب وتنشر طب هذا اللي كتب ونشر بعض منه وأنت منه اللي تنتقد أنت من؟ من أنت الذي تنتقد أصلاً في النتيجة يعني في بادئ الأمر من أنت؟ لما نشوف شاعر مثلاً يكتب قصيرة في الإمام الصادق وفي أهل البيت عليه وسلم خليه يطبعها حتى الماتم يطبعها من أموال الماتم خليه نشرها على الناس يجيبون أن يقول لا ما تسوى هذه ورقة واحد يطبعها أنت تطبع الورقة هذه وطبع ثاني ورح تطبع ثاني ورح يشجعون الآخرين ورح يكتبون رح يكذا نحن حتى على هالمستوى تقدير طاقات ما عندنا يعني ما عندنا حتى مشروع يعني مثلاً الآن كم عاشوراء مر علينا وكم ذكرى لأهل البيت مرت علينا ما عندنا إنجاز في إنجاز يعني الآن لو نجمع مثلاً طاقات اللي موجودة في الدير عدنا شعراء عدنا كتاب عدنا أقلام والله محترم يا أخي قبل فترة أنا كنت في أحد المعارض معارض مرعد الكتاب ذهلت لما شفت العناوين المطبوعة باسم بحرينيين كتاب ذهلت هل قد عدنا مؤلفين في البلد؟ لكن ما أحد يعرف ما أحد نجمع الشعراء ونجمع الكلمات ونجمع التأملات ونجمع الاختيارات ونطبعها باسم الكتاب باسم الماتم باسم الديرة باسم الكتاب هذا كل ما موجود عندنا ما نقدر طاقاته ولذلك احنا نقتل الطاقات في مجتمعاتنا الإمام الصالح عليه السلام لاحظوا كيف يقدر تلك الطاقات جعل هذه المدرسة مدرسة تخصص جابر بن حيان في الطف فلان في التفسير فلان في الفق محمد بن مسلم في الفق وأبو بصير في الفق هشام بن الحكم في المناظرات والمجادلات في العقائد وعلم الكلام كلها تخدير للطاقة يعني هشام بن الحكم يدخل إلى مسجد الكوفة وهو صغير ويسمع ذلك الرجل العالم من غير ماذا بآل البيت طبعا ينتقد مسألة الإمامة وأنه ماكو إمامة عندنا وماكو كذا مادري يشوى المجتمع ما يحتاج إلى الإمامة أصلا التفت إليه هشام قال له يا هذا من سيد الأعضاء في جسد الإنسان ليس كل شيء إليه أمير في الحياة حتى أجزكم الله البغاب إليها أمير هو الأسر قال لن بلى أمير الأعضاء اللي يعطي الحركات اللي يعطي كذا القلب القلب يقول اضرب يقول كذا يقول ارفع يقول لا تمشي يقول هذا القلب كل توجيهات القلب قال له إذا كان الله عز وجل من حكمته أن وضع لهذا الجسد أمير جعل له آمر يوجهه حيث ما شاء وحيث إلى كذا عاجز أن يترك هذه الأمم بلا إمام يهديه قال له من أنت قال له لا عليك قال أظنك هشام بن الحكم وهذا كلام جعفر بن محيان هذا كلام جعفر بن كلام محيان رجع هشام بن الحكم للمدينة وأخبر الإمام فتبسم الإمام عليه السلام قال هكذا ناظرون بالدليل هذا طاقة الإنسان لازم أن يقدر الإمام عليه السلام أمر هشام أن يجادل وأن يتكلم في علم الكلام باعتبار تقدير لهذه الطاقات إذن الإمام عليه السلام أمرنا بذلك من ناحية تقدير إنجازات من ناحية تأملات في تاريخ أهل البيت عليه السلام ولا ننسى أيضاً وهي مسألة في ذات الاهتمام أن الإمام الصادق عليه السلام من إنجازاته أنه نقى تلك العقيدة الإسلامية الموجودة هذه نقطة أختم فيها المجلس يعني أحنا لما ننجي نقرأ تاريخ الإمام الصادق رايح نشوف انفتاحية مطلقة في ذلك العصر على أصحاب المعتقدات على أصحاب الديانات على أصحاب المدارس الفكرية المطروحة كانت متاحة المدارس مفتوحة يعني جعفر بن محمد مدرسة الحديث موجودة ومدرسة القياس لأبي حنيفة موجودة ومدرسة مثلاً الصوفية موجودة ومدرسة موجودة مدارس كيف نقدر هذه الظاهرة في حياة الإمام الصادق؟ البعض قراءها أنها حرية المعتقد كما يعني هذا حسن من حسنات الدولة العباسية أنها فتحت يعني مجال لكل أصحاب المعتقدات كل واحد يشتغل بكيف جعفر بروحة إمام الصادق أبو حنيف بروحة وكذا وكل واحد يشتغل بكيف ولكن الحقيقة قراءة هذه القراءة غير صحيحة في الواقع لماذا؟ لأن مسألة حرية الأذيان هي الممارسة نحن ما نجي الآن للدساتير الوضعية تقول الدستور يكفل حرية الأذيان يعني ايش؟ يعني يحترم هذا الدين معتقداته وشعائرة هذا مسيحي يقبل الصليب ماله يقبل كذا يهودي ينصران ما ليه يشتغل فينا جبرا على شيء وكذلك أنا مسلم بس اللي حدث في عهد الإمام الصادق عليه السلام هي مي مذاهب أصلا مو معتقدات أصلا هي مدارس منحرفة يعني مثل الزنادقة مثل الغموضية ومثل المجوسية وأمثالا كثير كلها تدعو إلى الإلحاد تدعو إلى الشر هذا المعنى لم يكن حسن من حسنات الدولة العباسية ليش؟ لأن هذه المذاهب وهذه الأفكار كانت صنيعة ذلك الجهاز أرادت تتعرف على المعارضين وخصوصا المدارس الفكرية ومشنو اللي ينتج ثورات في العالم المدارس الفكرية الآن شلي مدوخ خير الحكومات ومدوخ حتى أمريكا الآن شلي مدوخنا مدوخنا تقدم المدارس الفكرية يعني الآن أوباما يبغى إليه يمكن سنين يا الله يفكر حتى أنه يضرب سوريا شون يضرب عما يضرب محتار ليش؟ لأن العقلية اختلفت العدوات تطورت المدارس الفكرية المتاحة قاعدة تعبر عن آرائها كذلك الحكومات الأخرى هي الآن في عملية تقدم ليزت في عملية تأخر فهذه مي حسنة أصلا يعني تؤخذ إلى من إلى الدولة العباسية أو للجهاز العباسي باعتبار أن هذه كانت عملية رص للمعارضين الموجودين كما يذهب إلى الرأي الشيخ باقر شريف القرش رحمه الله سلام عليكم يذهب إلى هذا الرأي إلى أن الفسحة هذه كانت لمعرفة المعارضين لهذا النظام ولذلك الإمام الصادق ما سلم من هذه التحديات الإمام بتاتا يعني رجل يدخل على المنصور الدوانيقي هذا فد واحد يعني جدا شديد على أهل البيت عليهما السلام شي يقول الشاعر يقول فدع عنك حربا والذين تقدموا فذاك حديث ذكره قد طويناه فما لبني العباس اتتم أمرها لقرب رسول الله لم ترع قرباه ما رأوها لقد ملئت منها السجون ومن نجى من القتل أضحى في المفاوز مأواه سمعي شوية يقول ولم أرى أجفى أو أشد قساوة عليهم من المنصور لا طاب مثواه يش سوى المنصور قال أباد بسيف البغي أبناء فاطم وما هجعت عن جعفر قط عيناه وما زال بالإيذاء يقصد جعفرا ها وما زال بالإيذاء يقصد جعفرا وقد طال منه إذ رأى الصبر إيذاه اش سوى قال وعن أمره قد أضرموا النار بالفناء حرقون دار أتأملوا شوي أنا اليوم وياكوية حرق الدار هذه خلني أشوف شفيها شلون مصيبتها هذه وعن أمره قد أضرموا النار بالفناء لإطفاء نور قد أبى الله إطفاه وليلا عليه داره قد تسوروا إجابوا النيران وشعلوها في دار الإمام بأبي وأمه يقول بعض الأحباب بعد الأصحاب يقول مررت على الإمام وعليه إزار وقميص رأسه مكشوف أنت تصور واحد محترق بيته شحالته يعني يقول مررت على الإمام وهو يطفئ النار وهو يبكي بأبي وأمه قلت له سيدي ليش تبكي هذه ليست أول مرة قبل فترة حارقين دار أمك الزهرة شابين النيران فيها وعاصرينها بين الباب والجدار وبعدها حرقوا دار دار الحسين حرقوا خيام الحسين يقول تفت إليه الإمام قال ما بكيت لنفسي أنا ما بكي لنفسي قلت له ليش سيدي بكيت قال لما نظرت إلى بناتي وهن يتفاررن من دار إلى دار تذكرت فرار عماتي من خباء إلى خباء وهم بلا محامل آمن وبلا قفيل أولي أولي دب العمام وقام جعفر يصفج الراح شوية وياي خلنا ننسى على زهرة دب العمام دب العمام وقام جعفر يصفج الراح ويصيح خسكت يا فواطم من هالصياح ونشفوا مدامعكم وخفوا من هالصياح وأشر على النار بيمينة وصارت أغباء واحسين واحسين شوى الإمام أولي نشف منشف مدامعيلة حز اليتامة وراحوا قعد يبجي الشافع في القيامة وكل من سمع لجلة يهنيه السلامة يقل لتي عداك كل بلا يمشيد الدين التفت الإمام من الذولين اللي يهنونا السلامة اللي يقول لها لا شرع عليك يا ابن رسول الله قالهم أنا من شفيت حراتي بلا شعور وشفتي العيال شلون من دار إلى دور هاج الحزن بي وذكرت مصاب عاشور سامحوني السادة ذكرت مصاب عاشور وذكرت زينب وطلعتها بالأخماء واحسين واحسين بعد ش عندك سيدي قال وذكرت هاللي ورا الباب وعصراها وذكرت هاللي ورا الباب عصراها كسرا ظلعها وسقطوها وضربوها وما خافوا من الله وحجرتها حرقوها أو كل المصايم سيستها مصيبة الدار شيع موالين هذا والإمام بأبي وأمي في مثل هذا اليوم على فراش المني أين المنادي وإمامه الإمام الصادق مؤسس هذا المذب يا حبتي على الفراش يغشى علي ويفيق من حولي الأطفال والنساء وهم ينادون واجع فراه أوالي الجعفرية لا نظرت شلون حاله على الفرش يديق الله بمنح لها أطفال هذه عنيمين وهذه على شمال وهذه يتشم وهذه يتقبل جبين شيعة هذه تشم وهذه يتعدل وساد وهذه يتنادي حصل الفاجر مراد وابنه الكاظم جالسه لازم فاد ويصيح ياب خفف الون علينا ليش يا ياب يا ياب يا ياب النساء عند رأسك يا ابن رسول الله الأطفال إلى جنبك يا زيدي فالك ترى فالسلامة يا جعبر ابن محمد شيعة وخليفة الباقر يعانج حر الاسموم ويصيح يا ابني بالسلامة منين أنا أقوم أنا ما يفيد في قلبي دوى واذكر المظلوم وياي يوم الوجع وبسهم قلبه مصوفين اسمع ماي النساء يبني غريب الغاضري يوم الوجع يوم الوجع وبسهم تشفد منفري ما تبعطش والماء مهرم مزجي محارت قيم ولغم ضعيون ليش ليش سيدي قال لا تبكي علي يا ولدي أنا هذا خدي هذا رأسي على الفراش انت تمسح بيدك على كبدي هذه عائلتي إلى جنبي لكن جدك الحسين بقية في حرارة الشم اجت 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 عمتك زينب طلعة تترين بس تضلل عليه فضربوها بصرا واني وانا على فراش وفاق وساد خدي وانت لعن تصدري وتمسح فاق تشبدي لكن لكن من اللي لزم تشبد حسين جدي اولي اولي ومن غام نشرب بمياه ومن غام مضعيون قل يابو يبهل بيك عمرك قضيت وكلها العمر يا با وجدك ما نسيت وش حال قلبك الله على على لغا شع عموال بينما الإمام هكذا وإذا به يصيب وصايا فبينما هو كذلك اذعرق جبينه وسكن أنينه قرى شيئا من القرآن وهو يقول الله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون شيئ عموال نطبق ذا وفع فتروح الطاهرة أين المنادي وإمام أين المنادي وسيداه ضج للبيض ضج واحد وجعفر شيع جعفر مشيال وعليه الكفا المنشور وذيك لجناز مع الطرب ريحة الكاف والناس في ضج وبيت الصادق يمور كل من نظر لعلن أشحن بجال وسيداه وإماماه طلعب نعش والمدارس غلقوها فالعب نعش والبيار نشر الله يا ويلي أين المنادي وسيداه لما حملت جنازة الإمام خرج طلاب العلم وقد ألقوا بالعمائم ومشو حاسين الرؤوس لأن الكاف بعد ما على رأس عماماه وفوق المدارس نشر أول سود الأعلام وطلع الطلاب العلم تلقم على الها موكب مشى خلفه وموكب صار جدام وبدر الشريعة علم معش نور يتلال وكلما بشوب وشافة تذيج الأرامل صاحت يا بن خير العمل وانشايل ومن ستصرخ على أسطوح المنازل والحزن ذوب شيعة وذوب عياله وسيداه هنا المصيب لما رفعت جنازة الإمام وأقبلوا بها إلى ناحية البقيع وإذا بلك أظم ينادي مروا على جنة مروا بنعشه على جنة على روضة حبيبه وسمعوا صريخ المصطفى وسمعوا نحيب وسيداه وإمامه رسول الله ينادي واجع فراه وفاطمة نادي وولداه ومروا على المختار بجنازة حبيبه وسمعوا صريخ المصطفى وسمعوا نحيب أمروا وابتابوت على المات تغصيب وظلت تنادي جعفر الصادق شحال وها سيداه وها سيداه هذه أم وفاقد تحتاج واحد يعزيها مو مو الأم إذا مات ولدها يعزونها الزهراء الشيعة حملوا نعش الإمام يقول بعضهم أقول لهم لما مضوا يحملونه يدرون يشيلون من هذا على النعج أقبلوا بنعش الإمام إلى ناحية القبر فاطمة وهنا شويها يريدون الشيعة يعزون الزهراء خمس دقائق نلتم إن شاء الله على الصادق يوم الحزن نصبي على الصادق عزي يالهاش مي يوم الحزن نصبي على الصادق عزي بعد مرة يوم الحزن نصبي الله يعظم أجر كيف فقد اجهل بدور يا علي ثلاث ضربات هذا المفروض الشباب هم اللي يضربون على صدورهم ماهد أنت تبكروا حيساس الروح هذا ثواب إيه لك يا أخي تواسي الزهراء عليه السلام مالك يا زهراء في زمانك شاعة سرور شاغلت الماتم كل صباح وكل مسي يالهاش مي يامو الحسن نصبي نصبي يامو الحسن نصبي على واليام يا زهراء بزعيم الدين جعفر يا علي بس مذابت مهجته الله هو أكبر باب الحوايج ينذب ويسعر ويصيح يا بي فرقتك تصعب علي يالهاش مي يامو الحسن صادق عزيج يامو الحسن أو عندي خبر بمصيبة يامو الأيم لو يا زكي هالوكت ماجاش علم يعلي فارق الدنيا قلبه مقطع بسم يعلي ظلت دياره عقبع كانت مضي يالهاش مي يامو الحسن يامو الحسن نصبي على صدق ويامو الحسن عشور الشر الجواب لسا للحال عن بضعة الهادي علي 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 والله يا شيع عمن الحزن ذا يب فادي شغلي الماتم بالبتش وندبت أولادي أصباح حزين ونايحة ومسفر زي يالهاش مي يامو الحسن يامو الحسن يامو الحسن يامو الحسن يامو الطالب العزي يامو الحسن ألي ونهاري على ولادي شغلية النوح اسمعها شويها الليلي ونهاري على ولادي شغلية النوح بسم خلصة والعزيج زب سيف مذبوح بالغضرية ضل ثلاثة أيام مطروح بلا يدفن والحرم والدهن هدية يا الهاشمية يا مو الحسن يا مو الحسن يا شيعتي نصبو التعازي وساعدوني بالسيف والسم والسجن خلصات بنيني طول الدهر ما نشفة من الدمعاني ليلي ونهاري على ولادي في عزيج يا الهاشمية يا مو الحسن 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 اللي اللي بجعل اولادي ذبايح يوم ذبايح يوم عاشر وعيان اللي صبت لهم عزي ابو صاد عزي ابو صاد وانسي الظلع اللي بصير الباب بصير الباب ماكسو افاطم لو انخلت الحسين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا نفي سمومنا فك اسرانا رد غربائنا شافي مرضانا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ايد وسدد علماء الدين العاملين الحم اللهم الماضين احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا في آليهم ومن يلوذ بهم الى موات المؤسسين وموات الحاضرين ومن مات على الايمان للجميع نهل الفاتحة مع الصلوات